وطبعا الحدث الأخير سمعنا في تركيا وتركيا لها سجل طبعا حافل بالماضي من اضطهاد المسيحيين طبعا أعلنت الحكومة أردوغان المتعصب المتشدد الإسلامي أعلن أن تحويل كنيسة آيا صوفيا أن تتحول إلى مسجد طبعا هذه الكنيسة تعتبر تحفى أثرية وتحفى هندسية إلى يومنا هذا من القرن السادس لأن هذه الكنيسة بنيت بالزبط 537 ميلادي في عصر الامبراطور جوستينيان الأول وهذه الكنيسة بنيت على تلي وتطل على البسفور وأيضا لها موقع استراتيجي هام جدا وهذه الكنيسة على مدار أكثر من ألف سنة كانوا بيعبدوا الرب كانت تقام الصلوات والابتهالات والخدمات والعبادة والمعموديات وكل هذه الأمور في هذه الكنيسة فهي فعلا تحفى في الهندسة والفسيفسة الموجودة فيها لكن طبعا في سنة 1453 دخلها المحتلون اللي هو السلطان طبعا محمد السلطان وحاصر هذه المدينة وبعد 52 يوم من الحصار طبعا انهارت ودخلت الجيوش الإسلامية وبسبب حقده الشديد أعطى الصلاحية للجنود لمدة 3 أيام انه ينهبوا ما ينهبوا على فكرة باسم الدين لكن الشيء الأغرب آلاف آلاف التي قطعت رؤوسها والعديد من الكهنة والأساقف قتلت والأمهات والبنات أتكلم على بنات أطفال اغتصبنا عدة مرات من المحتلين وبعدين بيهنوا بعض في المغتصبات وبعدين بيعطوهم بوزعوهم هدايا والأطفال أخدوهم من أهليهم ربطوهم وقيدوهم بالحديد وباعوهم كعبيد كله باسم الدين لو قلنا مش باسم الدين لماذا لا تقوم الثورة تثور كل الدنيا ولسيما في الدول العربية وشمال أفريقيا ضد تركيا مش بس من ناحية سياسية انه تعبر وتقول هذا خطأ ديني انتوا بتستغلوا الدين طبعا في 1900 بعتقد إذا ذكرت منيحها في 34 لما ابتدى العصر الحديث العصر التركي من أيام أتى ترك أصبحت سيكلر أصبحت بلد علماني وكل واحد عنده حرية حرية تعبير عن رأيه وبقي هذا الحال لما أجل أردوغان للحكم وحاول يغير وهذا آخر شيء تحولت إلى متحف وكل العالم بزور المتحف وعندما شالوا الاقصارة عن الحطان وجدوا طبعا تحف من الفن المعماري من الفوسيفوساء مثلا تحفت القديسة المطوبة مريم العذراء على الحائط وصورة ليسوع وصور أخرى خلي بالك أن هذه الكنيسة نهبت كل الدهب اللي كان موجود فيها هدايا من الناس كلها نهبت الأيقونات الغالية الثمن كلها نهبت وهذا كان حال الكنيسة في اسم الدين بس الأغرب من هذا حتى في الغرب يمكن كنيسة أو سوري يمكن محطة أو اتنين ذكروا الأخبار بشكل عام أنه رح تتحول إلى مسجد مع أنه التاريخ بيعطي الملكية أنه هذه كانت كنيسة وكنيسة عريقة كنيسة مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر